السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح ناخذ مثال السيرفو سيرفو موتور سيرفو موتور هو مثل الموتور لا تيادي لكن نقدر نقول انه يتحرك بزوايا ممكن انه ان تتحدد هذه الزوايا اللي رح يتحرك بها طبعا يستفادون من عنده كثير في مسألة الروبوتات لما يريدون يصنعون روبوت معين على سبيل مثال فلما يتحرك ممكن انه يستخدمون بالأذرع والأرجل انه يتحرك بزاوية معينة او يخلي الوبجيكت الشي يتحرك بزاوية معينة اوكي فهي تتم استخدامها كموتور وطبعا في انواع موجودة عنده لكن انا النوع اللي رح استخدمه النوع اللي انا بستخدمه هو هذا النوع اوكي وجدته على الانترنت واللي هو نفسه يشبه النوع اللي انا استخدمه اوكي يكون بهذه الصورة اوكي الكابل يكون يعني السيرفو يكون بهذه الشكل بالضبط نفس هذا الشكل عندي طيب اهنان الداتا شيت اللي خاص بي شي يقول يقول انه اللون الاحمر هو الموجب اللون البرون هو السالب السالب والورنج هو السيجنل البرتقالي فاذا تخيلنا انه اللون الاحمر اوكي اللون الاحمر رح يكون هو الموجب تمام والبراون هو السالب والاصفر هو السيجنل او الداتا طبعا انا اللي عندي هنا انا موجود اللون لاحظ هذا هو البرون اوكي الاحمر هو الموجب البرون هو السالب الاصفر هو السيجنل فنفسه اللي عندي انا لاحظ نفس الشيء يعني لو كبرت الكاميرا شوية عملناها فول ايش دي الف او ثمانين لاحظ ايضا اللون البرون واللون الاحمر واللون الاصفر لاحظ البرون الاحمر الاصفر البرون هو السالب الاحمر هو الموجب والاصفر هو الداتا تمام فلنوما مكتوبة عليها لم يتم الكتابة عليها فلهذا ممكن يتحير شوي كيف فتكر تراجعوا الداتا شيت بكثير من مواقع يشرح لك نفس هذا التصميم الشكل هو نفس الشكل اللي انا عندي اللي املكه تمام طيب هذا بالنسبة للسيرفو ممكن يكون السيرفو بهذا الشكل وفيه سيرفو انواع طبعا بيجيك ممكن انه يكون عليها بلايبل يوضح لك من هو الموجب من هو السالب من هو الداتا سيجنل كل هذه الامور موجودة في داخلها بمعنى اخر بالمقتصر السيرفو موتور هي هذه الفكرة مالتا انه هو موتور اعتيادي بس لكن ممكن تخليه تحرك هذا الموتور بزوايا معينة تخلي الأشياء تتحرك بزوايا معينة طبعا حتى نطبق هذا المثال المثال سهل جدا السيرفو اللي عندك مجرد الداتا السيجنل راح تضع في النقطة تسعة او عشرة او ثمانية انت حر ثمانية او تسعة او عشرة براحتك واحد من هذه النقاط تضع فيها السيجنل بالنسبة للموجب راح يذهب لي الخمسة بالنسبة للسالب النغاتف راح يذهب لي الجراند جي ان دي اوكي لاحظ جي ان دي وهذا للخمسة الموجب للسيرفو يذهب للخمسة والسالب السيرفو يذهب للجي ان دي وعندك الداتا او السيجنل السيرفو يذهب للتسعة بكيفك ممكن تسعة ممكن عشرة ممكن ثمانية انت حر طيب لما نجي انطبق هذا المثال لاحظ انا الان اذا نجي نعمل هذا الفو ثمانين حتى نشوفه شوي اوضح تمام فهنا تم الربط وضعت ثلاث الكابلات هنا موجودة لاحظ هذا السالب ذهب للسالب وعندك السيجنل للسيجنل وعندك الموجب للموجب اوكي بهذه الصورة طيب امثلت السيرفو طبعا في امثلة كثيرة على الانترنت للسيرفو بس لكن ما يحتاج ذاك الجهد انه تبحث عن الانترنت لانه انت اصلا في الاردوينو في الاردوينو نفسه اذا اجينا قلنا فايل لاحظ اكزامبل سيرفو في عندنا النوب هذا مثال مثال بسيط النوب اوكي لاحظ هنا كيف يتم التعرف على الكوماندات الموجبية لاحظ هنا انا اول شي يصنع لك اول شي يعمل لك انكلوت للمكتبة السيرفو هذا يحتاجه اثنين يجي يعمل لك اوبجيكت من كلاس السيرفو اوكي طيب هذا الاوبجيكت اللي راح يصنعها من السيرفو هنا يجي يحدد الزاوية اللي راح يتم التحرك من عدها اللي هو ال بي او تي بن اوكي وايضا يضع الفاليو اللي هو المتغير اللي بدي يضع فيها الزاوية اللي لازم يتحرك بها اوكي طبعا في السيتاب تيجي تضع مي سيرفو دوت اتاج هذا فكرة quando الناس السيقنال على اي بن راح يكون لاحظ هنا الpielt 9 على البيت 9 اوكي هنا هنا اتصور على البيت 9 اتصور واضعها ولا على البيت 9 esses ent ist ok على البيت 9 اذا اذا كان على البيت 8 تضع 8 اذا كانت على البيت 9 اذا كان على البيت 10 10 في ال void loop هنا أجي أقول ال variable هنا ال value أجي أقول ال angle read angle read لاحظ ال pot pin وهنا أنا أجي أضع لاحظ هذا الشنو هذا رح يقرأ لك ال value ال value من صفر طبعا إلى 1023 واللي هو احنا محددين على صفر في الأعلى صح لاحظ صفر angle أوكي وهنا أنا أنت عندك value يجي يقول لك الماب val اللي اختارها صفر 1023 صفر 180 هذا شرح يسوي رح يبدأ يتحرك وال value من صفر إلى 180 درجة بوراها يجي يكتبها على السيرفو لهذا القيمة اللي احنا نريد نتحرك على أساسها بعد ذلك ممكن يعملك delay 15 ميلي سيكند أوكي لاحظ هذا الشيء لو أجي أرفعها أو الشيء أجي عمل لـ compile رح يطلب من عندي أنه أنت تريد تخزنة ممكن ما أطلب هذا الشيء أوكي لاحظ هنا هذا رح يتحرك أوبس آه لأنه إحنا ما رابطي نجهز أصلا نسيت هذا لأنه أنا دائما لما أربط الاردوينو الأجزاء أفصل ال أفصل الاردوينو دائما لاحظ الآن الاردوينو تم الربط أوكي تم الربط لو نجي على السيرفو يمكن شوي بين هذا الشكل إذا قلنا check وراها نجي نعمل رن لاحظ أوكي لنغير 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 تسعين درجة لنغير تسعين درجة كليش ما يتحرك لاحظ تقريبا صارفت زاوية تقريبا صارفت حركة بيها لو نجي نضع مئة وخمسين عسي بمثال طبعا لازم تكون أنجلات معينة بيها في example الثاني يكون أفضل إلنا لو نستخدم الexample الثاني لاحظ نجلس سيرفو sweep هذا بيها أكثر من أنجل تقريبا لاحظه هنا في عندك يعمل لك include يعمل object من السيرفو بعدين يختار position لو صفر بعدين يختار من أي نقطة لو قتاش تسعة هذا دلالة على من على السيجنل وين مربوط يجي يتحرك بهذه الزاوية من صفر إلى يكون أصغر من 180 plus and equal 1 step 1 بعدين يجي هنا ما يسيرفو يكتب على position الجديد ويعمل delay 15 ميلي سيكند طبعا هناك كل الشروحات موجودة على فكرة يعني ممكن تقرأها بالتفصيل فلو شغلنا هذا المثال خلينا نشوف I think أنه أنا حط على العشرة الآن لاحظ بداية تحرك بداية تحرك طبعا الحركة ماتت تكون مرينة جدا سموذ بس لكن للأسف هناك كاميرا تنقل فيمكن يظهر عندك شوية تقطعات بالصورة لكن لاحظ كيف أنه هو ديتحرك أوكي طبعا هذا ممكن أغيره إلى تسعة حتى بس أوقفه سويب يكون أوضح بكثير يعني بدي يتحرك حركة دائرية كاملة لاحظ بدي يتحرك فممكن تحدد بالضبط الزوايا اللي أنت تريد تتحرك بها السيرفو وممكن تستفاد من عداب تحرك الأشياء مثلا ذراع شيء معين تريد تحركه بزاوية معينة رح يفيدك كثير موضوع السيرفو خلونا نوقف هنا نكمل بياكم درس القادم اللي هنا أقول لكم مع السلامة